من أرق الشخص ويسقط عندي ويوقع وأقرأ عليه وكذا يتكلم بهاي اللغة ويتكلم بلغات أخرى أو يتكلم إياي بشخص آخر يصير عندي هالشكل بس ملامس هذا الشي لحد الآن أنا ملامسه بإيدي هاي وحدة قبل أن أمر للثانية ملامسه بإيدك شنو تقصد؟ يعني تدخل بها حالات الحالة الأولى أنه الأمرأة يصير عدها من صغرها حالة نفسية هاي أولا أثنين أنه أكو ببناتي يصير عدها كآبة هاي أدخل لك إياها في الحالة النفسية أيضا تدخل بها ولكن الحالة اللي يصير عدها سقوط الحاجة أو ظلام بالبيت أو شخص يفوت من يمها هاي الحالة بس هي تشوفها يعني ماكو أحد بالبيت شافها بس هي بنسألها تكرر السؤال عليها مرة مرتين ثلاثة أكرر السؤال عليها أحد شافه ياشقعت لي لا إيش نقدر نفسرها هنا؟ نفسرها أنه بس هي ريعتها بصيرة بس هي إذا ممكن تكون هذه حالة طبية تحتاج إلى علاج طبي؟ لا هذا قرين وقال قرينه هذا ما لديه عتيبة نعم مسألة القرينه مسألة أنه ضرب القرينه مسألة أنه الأمور التوابع والقرينه ولد الإنسان معه قرين نعم عالم الجن عالم آخر عالم موجود ماذا حبرتك أنت اليوم لما تلتقي بأحد من اللي يراجعوك؟ تقدر تفرز أنه هذه حالة صحية أو يعني يحتاج لها إلى ملاحبة صحية أو طبيبي عينها وبين أنه قرين وما إلى ذلك؟ عن طريق التحدث معه وأخذوا عطأ وياه يعني إحنا أي مريض يجيب نقل شيء في الساعة قاعد نشوف الأفكار اللي تجوشوا بداخله نسأل أهله يلا النوع اللي بنستخدمه يا العلاجات إذا شفنا عنده نوع من أنواع مثل الحالة النفسية أو كذا أقول له روح أنا أنا كثير عدي قلت لهم روح للحالة النفسية أنت روح راجع طبيب والأغلبية اللي عدي ده صير الحالات وما الطبيب يعني أنه طوائيا خروج دم من العين خروج دم من الأنف بتبقع قطع زرق تطلع في الجسد ألم ثابت في البطن اختلافات في الشهرية عند البنات دائما عند الشبابة صير عدتهم هستيرية وسير طوائية وسير نعزال هذا أيضا أنه يدخل ببجالة الطب لكن هو من تجي تتكلم وياه وتقول لي عنه هذا الموضوع شنو يقول لك أنا أقلت ويشيء أسهل فيه طيب أنت اختصاص عملك كشيخ روحاني هو إخراج الجن من الناس الملبوسين هذه الحالات اللي حضرتك أنت ده تفرز بياناتها أنه ممكن يكون شخص ملبوس بالجن وممكن يكون حالة مرضية طيب كل الحالات اللي تحدثت عنها البقاع بالجلد الدم هي ممكن أصلا تكون هي بأسباب مرضية طبية بس يصير حالة عندنا في العينين يستاذوا يصير عندنا حالة في الكلام أنه طريقة كلام المصاب طريقة كلام أنه يتكلم إليك في لغة عربية نعم هاي واحدة ثمين أنه العين تصعد إحنا كعيد القط تصبح يعني يصير عندنا سحب للعين وتصعد للعين وصير أحمرار في العين طيب وحرارة في الجسم دائمة هذه في كل الحالات في جامعة اللي بيمس اللي بيمس اللي بيمس طيب أنت الطريقة اللي تستخدمها في العلاج الرقية الشرعية الرقية الشرعية طيب إحنا راح نجهز موضوع حضرتك ممكن أن ترقي أحد المرضى أو المراجعين إليك لكن قبل هذا الموضوع اليوم إذا وصلت مرحلة أنه بالرقية الشرعية وما وصلت إلى نتيجة ماكو نتيجة شون الحل؟ الحل نعيد الرقية الشرعية طبعا الرقية الشرعية تطول أكثر من ساعة ساعة ونص لأن كل كلام قرآن زجر للشخص نفسه الشخص نفسه نفسه يدخل في غيبوبة للعلم يعني الرقية يدخل في غيبوبة يعني تدخل بها أنه مسألة التنويم المغناطيسي أو التنويم اليحائي طاقة القرآن أحرف القرآن طاقة كلش قوية تدخل جسد الإنسان طبعا يعني الكل ربما يؤمن بوجود الجن لما ذكر في القرآن الكريم وإيماننا بالغيبيات لكن البعض يعتبر عملكم هو يعني جزء من الخرافات وحتى الشعوذة كيف هو ذكر في القرآن أخي أكثر من ملائين الناس يعني تعالجت في كل بلدان العالم أنا رأي أكثر من 36 دولة شفت هذا الموضوع وانه انتشرت بهذا الموضوع وعلى أفضل هذا الموضوع أنه وجود دخول الجسد الإنسان اختراق جسد الإنسان ومس جسد الإنسان لا يبقى الجن ما يبقى بالجسد يخرج نعم يمسوا ويطلع هالشكل وانت قادر قادر أنه تخرج الجن بإذن الله بإذن الله بستطاعتي أنه أخرج الجن إذا كان مس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر